يهلا والله بالجميع معاكم الوجيه كيف حالكم يا جماعة ان شاء الله تكونوا دائما بخير وصحة وعافية حبيب الوجيه أختي الوجيهة أنا بحط لكم مجموعة صور لممثلين في مسلسلات بعض المسلسلات هذه انتهت وبعضها ما زال يعرض إلى الآن أباكم كذا تأخذوا لكم نظرة على صور الممثلين هذولي وخذوا وقتكم في المطالعة ووقفوا الفيديو لو تحبون وبعدها قلولي مين من هذول الممثلين يستحق جائزة أفضل ممثل في مسلسل هذه السنة خلصتوا اخترتوا أنا معرف وش كان اختياركم بس أحب أقول لكم أنه الأسبوع الماضي أو قبل كم يوم في حفلة الأيمي السنوي فاز الممثل لي جونغ بجائزة أفضل ممثل أوكي ممثل ممتاز قدم دور جدا رهيب في مسلسل سكويت جيم نقطة ما رح نختلف عليها أبدا بس ركزوا معايا على مين فاز مين اللي كانوا قاعدين ينفسوا على هذه الجائزة متغلبا على الممثل بوب أودين كيرك عن دوره في مسلسل بيتر كولسول يا شيخ ياب ياب صدقة ولا تصدق متغلبا على الممثل جيرمي سترونغ عن دوره في مسلسل سكساشن يا شيء تمزح تمزح يا وجيه متغلبا على الممثل جيسون بيتمين عن دوره في مسلسل أوزارك وجيه انت قاعد تستهبل صح؟ لا لا تستهبل بس لحظة قلينا نكمل متغلبا على براين كوكس عن دوره في مسلسل سكساشن تخيل ياب تخيل متغلبا على آخر واحدة طبعا آدم سكوت عن دوره في مسلسل سيفرينس وبعدين تقولون يا وجيه ليه ما تتابع الأوسكار ما نشوفك تتكلم يوم الأوسكار ينزل يوم جوائز الأيمي تنزل ليه ما تتكلم أهو وصلت لكم الإجابة الأوسكار معاده أوسكار الأيمي معادهاش أيمي قلت حياة فاكرين مسلسل دارك ياب المسلسل الألماني اللي يتكلم عن السفر عبر الزمن واحد من أعظم وأقوى المسلسلات إذا لم يكن أقواها يعني من ناحية السفر عبر الزمن مسلسل ناقش فرضية السفر عبر الزمن بطريقة جدا جدا مميزة ومعقدة وتلحس الدماغ المهم اللي كتبوا المسلسل هذا يا جماعة شخصين يونتي فريزا وباران بو أدار المهم يا حبيبي ما لكم في الطويلة الاثنين هذولي عندهم عمل جديد أو مسلسل جديد اسمه 1899 ويبدو أنه بيكون بنفس جرعة الغموض وجرعة التعقيد اللي كانت في مسلسل دار إلى الآن ما في تفاصيل كثيرة عن المسلسل ولكن يبدو لي من الصور المنتشرة والتريلر البسيط اللي نزل إنه المسلسل راح يكون له علاقة بمثلث برامودة والغموض اللي ممكن إيش نستنتجه أو نتعمق فيه داخل هذا المثلث أو على الأقل البوستر يقول كذا أنا شايف مثلث وسط بحر وسفينة بتطيع فيه واضح أنه مثلث برامودة إيش ممكن يكون عموما يا جماعة قصة المسلسل اللي تم طرحها إلى الآن تقول إنه في مجموعة مهاجرين من جنسيات متنوعة يطلعون على سفينة على أمل إنها تأخذهم من القارة القديمة وإلى القارة الجديدة ولكن فجأة وهم على متن هذه السفينة تتقلب بهم الأحوال وتصير أشياء شوية غامضة لا واضح أنه بتكون أشياء كثيرة غامضة بحكم أنه المسلسل من نفس كتاب مسلسل دار فهذه القصة ببساطة أنا ما ودي أرفع الحماس كثير للمسلسل بس يا جماعة اللي كتبوا المسلسل هم نفسهم اللي كتبوا مسلسل دار المسلسل غالباً بيتكون من عدة مواسم والموسم الأول إلى الآن يقال إنه راح يتكون من ثمان حلقات أنا عن نفسي منتحمس ومنتظر المسلسل على حر من الجمر وفي حال وفي حال لا سمح الله لا سمح الله وإنت ما تابعت مسلسل دار أحب أقول لك كلمتين لا يفوت يا جماعة عمل جداً جداً رائع ومعقد بشكل تعرف لما يقول لك يلحس المخ هذا الديفنيشن لكلمة يلحس المخ لعبارة يلحس المخ مسلسل دارك لا والحلو إيش 26 حلقة بس 26 حلقة كذا وانت مغلق الليلة أوكي كل حلقة مدتها ساعة يعني تحتاج 26 ساعة لشين تنهيه بس ستيل لازم تتابعه أي نعم علشان بعدين ما تجي تلومني ترى بداية المسلسل مرة ثقيلة ممكن تصيبك بالملل بس بمجرد ما تبدأ كذا تتضح لك ملامح والفوضى اللي جالسة تصير داخل المسلسل رد يقولي ما راح توقف سو مقدما انجوي الأميرة رينيرا والأميرة أليسن من مسلسل هاوسوف دراجون رح يكون آخر ظهور لنسخهم الشابة أو الصغيرة في السن في الحلقة الخامسة يعني الحلقة اللي بتنزل بعد كم يوم وبعدها ما راح نشوف إلا نسخهم الكبيرة أو الأكثر نضجاً أو الأكبر عمراً ولكن ولكن مازال فيه بعض النقاشات حول إمكانية رجعتهم عن طريق فلاش باك طبعاً ومش الحين ممكن ممكن في المواسم القادمة وأكرر الكلام هذا مش أكيد مازال قيد النقاش يمكن يصير ويمكن ما يصير يمكن أليسنت الصغيرة أو رينيرا الصغيرة يرجعون في المستقبل ويمكن خلاص ما عاد نشوفهم ونعلق ونظل مع الشخصيات الكبيرة سو مقدماً جود باي يونغ أليسنت أند رينيرا مدني لو لاحظت ولا لا بس ترى مارفل جرسة تسحب ممثلين بشكل تدريجي من عالم Game of Thrones أول واحد أخذه كان بيتر دينكلاج في عالم الأفينجرز بعدها أخذوا ريتشارد مادن وكيت هارينغتون في عالم الأتيرنلز ومؤخراً أخذوا الممثلة إيميليا كلارك إلى مسلسل Secret Invasion اللي لسه ما نزل يا ترى الدور على مين في المستقبل يا مارفل أولا بتحاولوا على شخصيات فريق Thunderbolts واللي مثل ما قلت لكم إنهم عكس الأفينجرز يعني خلونا نقول هذول الأفينجرز الطيبين وهذول الأفينجرز اللي مش طيبين طيبين بس مش طيبين بس أنا مستغرب يا جماعة عنه باكي معاهم أو جند الشتاء من يعرف كيف شلون إزاي بس بنكتشف مستقبلاً جدير بالذكر يا جماعة عنه فريق Thunderbolts في الكوميك مختلفين إلى حد كبير عن اللي شفناهم أو اللي بنشوفهم في عالم مارفل السينمائي في بعض الكوميك فيه من ضمنهم ريد هولك أو هولك الأحمر وكمان ديد بول أحياناً تشوفوا معاهم وغوست رايدر وشخصيات ثانية بس يبدو أنه مارفل حبت تغير الخطة حبتين حسب ما يتماشى مع عالمها السينمائي وعلى الطاري مارفل برضو يا جماعة تم إصدار التريلر الرسمي لمسلسل Secret Invasion واللي راح يكون من بطولة سامويل جاكسون وإيميليا كلارك يب اللي قبل شوية قلت لكم أنها سعبوها من عالم Game of Thrones وراح يركز المسلسل على عودة نيك فيوري إلى الأرض وبعض المشاكل اللي راح تواجهه مع مخلوقات السكارلز أو المخلوقات الفضائية الخضرة هذيك اللي يقولون لهم shape shifter اللي يغيرون أشكالهم ويقولون لا تصدقوا كلامي ولا تصدقون الكلام اللي يقول لكم يقولونه يقولون أنه مسلسل Secret Invasion قد يكون أحد أفضل وأهم مسلسلات مارفل وإحنا كالعادة شنقول ننتظر ونشوف وبالحديث عن مارفل برضو يا جماعة تم تسريب جزء من قصة فيلم Ain't Man القادم واللي راح يكون جدا 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 مهم في مسار خطة أفلام مارفل القادمة ورح يكون له تأثير قوي على الأحداث المرتبطة بشخصية كانغ الغازي ومش تسريب بقدر ما إنه مارفل أعلنتها بشكل غير رسمي في بعض المواقع طيب يا جماعة القصة أو الستوري لاين تبع فيلم Ain't Man القادم تقول بنت Ain't Man راح يتم اختطافها بواسطة كانغ وعلشان يوافق كانغ إنه يرجعها ال Ain't Man والهوب لازم Ain't Man يسرق شغلة معينة لكانغ من عالم الكوانتم العالم ذاك اللي يدخلونه داخل كده صغير 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 والعالم هذا يا مارفل يعني للأمانة ترى سوقكم بدأ يطيح عندي وعند ناس كثيرين فحاولوا إنكم تزبطوا المظبيط قبل ما نسحب عليكم ترى في أي لحظة بنسحب عليكم وبنخليكم كده تحصيل حاصل وأعلنت مارفل برضو يا جماعة إنه عودة عالم الـ X-Men راح يتأخر لوقت طويل ما راح نشوف X-Men قريب أبدا 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 أوكي الفكرة مطروحة موجودة قابلة للتنفيذ بس ما راح تكون في الفترة القريبة أبدا 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 متى بعيد قريب لا مش قريب بعيد وأما بالنسبة للمسلسل ديردفل يا جماعة صرحت مارفل إنه راح يكون مسلسل جديد من الصفر يعني مسلسل ديردفل القديم اللي نزع نتفليكس انتهى بمواسمه هذه أما بالنسبة للمسلسل الجديد لديردفل راح يبدأ من موسم جديد وقصة جديدة ورح يكون مرتبط بعالم مارفل السينمائي الآن يا جماعة فيه فيلمين مرة مهمة راح تنزل في عالم مارفل فيلم أينتمان راح يكون مرة مهم وفيلم أفينجرز اللي راح يظهر فيه كانك إلى الآن الأمور طيبة خمنوا معايا من الكاتب اللي تم تعينه لكتابة هذه العملين الكاتب جيف لوفنس طبعا أنا مش عارف جيف لوفنس صراحة أو المرة قرأ اسمه ممكن أنت كمان ما تعرفه بس أحب أقول لك أنه هذا الآدم يكتب مجموعة حلقات من مسلسل ريك أند مورتي وما عنده أعمال كثيرة صراحة شارك في كتابتها فمارفل غامرت معاه وخلته يكتب عملين جدا مهمة في عالم مارفل ريك أند مورتي أوكي بس أفينجرز وأينتمان إيش السالفة ما أعرف صراحة في أحد اللقاءات يا جماعة سألوا مؤدي شخصية جون سنو يعني بحكم أنه تم الإعلان عن أنه في مسلسل خاص لشخصية جون سنو وإنت مشارك في كتابته وكذا ما أودك كذا تحكي لنا يعني شوية تعطينا كذا شوية تلميحات تسرب لنا شوية أخبار إيش رح تكون قصة المسلسل أو إيش في أشياء ممكن تقولها لنا ضبطنا يعني حمسنا للمسلسل رد عليهم مؤدي شخصية جون سنو وقال لهم شوفوا يا جماعة كل اللي يقدر أقول لكم I know nothing أوووو واضح أنه وقت اللقاء جورج أر أر مارتن كان كدا ماسك سنيبر ومتكي بعيد أيه قل كلمة يا أيه قل جرب تقول الكلمة I dare you to say something الفيديو الماضي يا جماعة من شخبار هوليوود حكيت لكم عن فيلم جديد وقلت لكم إنه رح يكون واحد من أهم أفلام السنة هاييو، مافتكرته اسمه بابليون يا سلام عليك مني خراج دامن شزيل يا سلام عليك وطولة براد بيت تمار قروبي وتوبي ميكواير أحسنت اللي تدور أحداثه في الفترة اللي انتقلت فيها السينما من كونها صامتة إلى ناطقة يا سلام عليك يا أخي أنت مركز معي حلقة بحلقة أحبك حط لعيك المهم يا جماعة الخير نزل الإعلان الأول لهذا الفيلم وأنا شفت الإعلان الإعلان مليان خشلعة وملابس مقطعة يقولوني يا جماعة أن الفترة هذه فترة انتقال السينما من الصامتة إلى الناطقة كانت فترة صعبة جدا جدا عن الممثلين حكاية أنهم متعودين يسوون أدوار صامتة فجأة يبغان أن يتكلم وفيه سيناريو وفيه حوارات لا الموضوع صعب فيب علشان كيلي يقولون أن الفيلم يناقش فترة جدا 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 مهمة في عالم هوليوود فيب ستيل الفيلم فصته مثيرة للاهتمام مخرجه مثيرة للاهتمام ونجومه مثيرين للاهتمام وعموما الفيلم قاتم في جنواري سنة 2023 15 يوما على عودة الموسم الثاني من الأنمي الجميل سباي فاملي واللي تدور أحداثه حول عائلة وهمية يب وهمية أم عائلة بس مش عائلة الزوج عنده مصيبة الزوجة عندها مصيبة والطفلة الصغيرة عندها مصيبة ثلاثة ذولي كلهم مجتمعين ترى ماهم حقيقين يعني الأب مش أب الأم مش أم الطفلة مش طفلتهم جمعوا كده في ظروف معينة بتفهم أكثر إذا تابعت الأنمي وإذا أنتم تابعوها كي تفهمني الأنمي هذا تابعناه مع بعض على تويتشن والمتابعين ولكن ما يهم إذا أنت ما تابعته تابعه ترى مكوناه 12 حلقة لطيف ضريف كوميدي وفيه جرعة كوميديا واكشن لطيفة توفرت الحلقتين الأولى من مسلسل The Handmaid's Tale وفي حال إنك ما تابعت المسلسل في واحد من عالي يقول لي يا وجيه المسلسل هذا قد يكون المسلسل الأكثر تعاسه في عالم المسلسلات كلها مسلسل تعيس يخلي يومك أسود في أسود فإذا أنت إنسان سعيد ومبسوط وحياتك كلها نجوم وأشياء وردية وحاب تضيف لها شوية تعاسه تابع مسلسل The Handmaid's Tale وأخيرا يا جماعة فيلم Violent Night للممثل ديفيد هاربر أنا أضحك لأنه صراحة قصة الفيلم بتكون مرة غريبة وعجيبة ومحنا متعودينها كلنا نعرف سانتا كلوز إنه يعني شخصية كده تظهر في الكريسماس يعني تعطي الأطفال هدايا وتفقع حتى إنها شخصية وهمية ولكن في هذا الفيلم رح يكون سانتا كلوز اللي هو نفسه ديفيد هاربر في مهمة مليانة جريمة وأكشن كذا يجي في الليل بطريقة ما ويشوف جريمة ويقول يالله باسم الله خلينا سر عليهم وتقوم دماء وأكشن وتقطيع حتى شوفوا صورة البوستر تقول إنه الفيلم بيكون مرة أكشن أو على أقل يعني سانتا كلوز بس بطريقة مرة مختلفة عن اللي تعودناها We don't believe in سانتا كلوز بس يعني أقول لكم يعني كيف هوليوود عبت روسنا بأفكار كثيرة عن سانتا كلوز وصرنا تتوقع إنه بس شخص يوزع هدايا يعطيكم ألف عافية يا جماعة إلى هنا نكون وصلنا إلى نهاية فيديو اليوم إذا عجبكم الفيديو اضغطوا على زر اللايك واشتركوا في القناة لو ما كنتم مشتركين وفعلوا زر التنبيهات على طريقكم علشان توصلكم فيديوهاتي أول بأول وتعالوا تابعنا الموقع التواصل الاجتماعي كلها في صندوق الوصف والديسكورد وكمان تويتش عندنا بثوث يومية أو شبه يومي أرطيكم العافية كان معكم الوجيه شوفكم في الفيديو القادم